السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش وهدانا للإسلام وما كنا لنهتني لولا أن هدان الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعده قال الله تعالى وهو أصدق القائدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم رئيس الحفلة المفجن والحازرون الكرام قد تلوت أمامكم آية من صورة البقرة وأريد أن أقدم حولها كلمات عديدة أمامكم أيها الناس الشهادة هي النعمة الجسيمة التي تمناها سيد الكونين محمد العربي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفار التي جاءت فيما رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لودت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أخيى ثم أقتل ثم أخيى ثم أقتل والشهادة هي الهدف المنشود والغاية الحقيقية الأصيلة التي جعل حنينها الصحابة مضطرين إليها وخاضوا في المعارك والحروب ليتدرعوا كأس الشهادة وفوضوا أنفسهم إلى ربهم لأنهم كانوا على علم جم من أن منزلت الشهداء عند الله رقعت الجزة كما أشار إليها القرآن الكرين في قوله وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَانٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْغَبُونَ فَلِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْغَبُونَ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أيها الإخوان كان المسلمون في العهد النبري يبحثون عن الشهادة ويبغونها في كل غضوة ومارجة ويتوخون أن يرزقهم الله الشهادة فقد شهد سيدنا آنس بن النظر رضي الله عنه غضوة أحد بأبهة عظيمة وتجرع كعس الشهادة فكان على بدنه سمانون ضربة وليفة ما عرفت أخته إلا بأنامله وكان عمر بن الجموع سحابياً آرج وكانت أمنيته أن يمشي في الجنة بعرجه فاستأثن النبي صلى الله عليه وسلم غير ضربته وأخيراً شهد غضوة واستشهد فيها قتل الكفار سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم في غضوة أخذ ومثلة هندة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما بالقساوة ومغضها فمنذ ذلك اليوم دعي بسيدي الشهداء أيها المسلمون كما تمتع الرجال من الصحابة بالشهادة كذلك تمتعت بها النساء من الصحابيات أيضاً على رأسهن اسم السيدة سمية رضي الله عنها وما كان الغلمان والولدان متخلفين عن الشهادة في العهد النبوي بل يأذرونها شيئاً سبينا ويسعون كل آل إليها مجاهدين في سبيل الله وكانت أنفسهم تتوق إليها كل حين فشهدوا الغلوات ونالوا الشهادة وهاكم أمير بن أبي وقاش رضي الله عنه يتمنى أن يشهد غضوة أخذ وينال الشهادة لما أجاله الرسول صلى الله عليه وسلم جعل وجهه يتلألو كالبدل ويتهلل بشرا فشهد الغضوة مع المجاهدين وتسابق كثيراً من الشيوخ والشبال حتى تستجهد ونال تذكرة الجنة وهكذا كان شأن جميع الصحابة فإنهم يتنافسون فيما بينهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كذلك نجد مئات من الشهداء يشهد التاريخ حليلهم إلى الشهادة فذقنا الله وإياكم الشهادة وجعلها نهاية أمانينا آمين يا رب العالمين وما علينا إلا البلاء والسلام عليكم ورحمة الله